بمناسبة عيد القيامة المجيد وكل سنة وحضراتكم طيبين هتلاقي فيه تفاصيل وهتلاقي فيه قصص بس في التاسعة لنا أقول نصيب وحظ جيد من الانفرادات في ليلة عيد القيامة المجيد معنا على التليفون الحقيقة المواطن المحترم الفلسطيني المسلم أديب جواد الحسيني أمين مفتاح كنيسة القيامة بالقدس وحامل ختم قبر السيد المسيح أهلا بيك وكل سنة وكلنا طيبين كل السنة وانتوا سالمين مسلمين ومسيحيين المسلمين بمناسبة رمضان والمسيحيين بمناسبة الفسح المجيد إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلام يا رب اللهم أمين يا سيد أديب سيد أديب يعني عايزين نعرف الاحتفالات الموجودة في كنيسة القيامة وعايزة أعرف إيه هي قصة المسلم الذي يحمل مفتاح كنيسة القيامة وخاتم قبر سيدنا المسيح طبعا نبدأ في الشرق التالي من السؤال لماذا المسلم يحمل مفاتيح كنيسة القيامة طبعا نحن عائلتنا معروفة بأمانة مفتاح كنيسة القيامة منذ زمن صلاح الدين الأيوبي يعني منذ عام 1187 ميلادي يعني ما يقارب الثمانية وخمسين عام وكانت هذه الفكرة هي فكرة السلطان صلاح الدين الأيوبي طيب الله تراه لتكون المتممة للعهد العمرية كارث أن العهد العمرية لما خطها سيدنا عمر رضي الله عنه أعطى الأمن والأمان وأعطى الحرية التامة والتاملة لإخواننا المسيحيين في بناء كنائسهم والمحافظة عليها فعندما جاء صلاح الدين الأيوبي وفتح بيت المقدس أحب أن يحفظ كنيسة القيامة للأمد البعيد يعني ما بعد صلاح الدين الأيوبي فكانت فكرة في هذه اللحظة أنه يجمع رؤساء الكنائس ويعطيهم الفكرة أنه بأقدر أنه أنا أسلم مفاتيح كنيسة القيامة لعائلة جودع الحسيني والذي كنا في ذاك الزمان شيوخ الأقصى الحرم الشعريف فتمت الموافقة من قبل رؤساء الكنائس بأن يتم تسليم مفاتيح كنيسة القيامة لعائلتي وهم من آل البيت لكي يكونوا محافظين على أقدس مقدسات المسيحيين في بيت المقدس وحملنا هذه الأمانة الحمد لله رب العالمين 850 عام وما زالت المسيرة مستمرة طبعا أنا اليوم أمين مفتاح كنيسة القيامة وحامل شتم القبر المقدس وفي المستقبل سيكون أحد أبنائي والحمد لله عندي ثلاث أبناء ما شاء الله ما شاء الله ربنا يخلي مين اللي هيحمل يعني توصي بمن من الأبناء يحمل المفتاح فيما بعد ذلك ربنا يدي لك طلطة العمر الله يحفظك يا رب نحنا طبعا في زي ما تقول عهدة العائلة إنه من الأب للإبن البكر لكن نحن اليوم في سنة 2023 وتعرف الزمن الحديث اليوم الثلاثة نجم يقعدوا مع بعضهم البعض اللي حابب أو عندهم ميول لهذه الوظيفة طبعا أنا الثلاثة عندهم ميول لكن من يميل أكثر لهذه الأمانة ستكون هذه الأمانة لإله إن شاء الله بإذن الله بإذن الله ربنا يا رب يطول في عمرك ويخلي الأبناء وتستمر هذه العهدة من جيل إلى جيل إلى يوم الدين نتمنى في تحرير الأقصى والأراضي المحتلة كاملة بإذن الله في عهد قريب وفي حياتنا جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى بإذن الله أشكرك أشكرك سؤال جديد السؤال الشكل الأول من السؤال أيها الأعياد طبعا نحن تعودنا على أن العيد له جو خاص في مدينة القدس طبعا الجميع يأتي كل الحجيج الأقباط والأرثوذوكس والكاتوليك يأتوا من أقصى الدنيا لكي يعني يحتفلوا بثبت النور وعيد الفتح المجيد لكن مع الأسف الشديد سلطات الاحتلال عودتنا ومنذ سنوات طويلة بأنه يكون هناك عراقيل للوصول إلى كنيسة القيامة طبعا نحن كانت تعرف الحلقة الحلقة هي كل سنة تتوسع حلقة المغس يعني التوارث تحصل في زمن الأعياد طبعا هم يغلقوا مداخل القدس ويغلقوا الدخول إلى داخل أسوار القدس القديمة ويغلقوا أيضا المداخل المؤدية لكنيسة القيامة طبعا السنة سمحولنا بدخول 1080 حاج فقط للإحتفال بثبت النور منهم 200 شرطي احتلالي إسرائيلي يتواجدون مع الحجيج داخل كنيسة القيامة أيضا يعني ألف وثمون حاج بدون يحتفل واليوم مع الأسف الشديد يعني كاميرات الإعلاميين وكاميرات الحجيج لقطت بعض الحوادث المؤذية جدا الاعتداء على الرهبان الاعتداء على الراهبات الاعتداء على المواطنين بالضرب المبرح وبالاعتقالات يعني اليوم كان بالنسبة لإلما يوم أسود ليس عيد طبعا نحن نرجع ونحكي نعيده بأي حال إن عدت يعيده هذه دايما ننشدها كل سنة نحن لكن على رأي ستة فيروز سنرجع يوما تفائل بالخير يا سيد أديم إن شاء الله بإذن الله أنا بشكرك جدا كل سنة وكلنا طيبين وشكرا على هذه المكالمة وعلى مسألة حدوتة قصيرة مهمة ملهمة إلى أبعد الحدود وهو كيف إن عائلة الحسيني هي من لديها في فلسطين تحديدا لديها مفاتيح كنيسة القيامة وخاتم القبر المقدس لسيدنا المسيح